لم يتبق الكثير على تشكيل البرلمان فالفاصل فقط مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بهذه الدورة النيابية ومن أهم القوانين وبحسب خبراء هو قانون الأحزاب الذي يشوب تأخيره استفهامات كثيرة هذا القانون لو أقر فإنه سيغير المعادلة وبشكل كبير فمنه سيحدد عمل الأحزاب وسيحجم أيضا إراداتها المالية ويوحد توجهها صوب خدمة الصالح العام هذا قانون الأحزاب لم يطبق حقيقة ولم يتم تشريع بشكل صحيح ولعله بعض المواد التي لم يتم تطبيقها أو صياغة قوانين مناسبة مع المادة مثلا المادة 38 التي تحدد من أين تدعم هذه الأحزاب والحركات السياسية هذا القانون حقيقة لم يتم تشريع القوانين التي تحدد إمكانية الكتل السياسية والشخصيات وبالتالي نجد أن المال السياسي هو الغالب والمؤثر في تغيير المعادلة الانتخابية على عساب بعض الشخصيات والأحزاب الصغيرة التي لن تجد فرصة أحد أهم أسباب عدم تمرير هذا القانون وتشريعه في الدورات السابقة هو الضرر الكبير الذي قد يحدثه بالأحزاب السياسية المنتفعة من تغييبه فهو سيضعف الأحزاب التي لا تخدم المصطحة العامة وسينهي الأحزاب التي تمتلك السلاح وأيضا الأحزاب الإسلمية التي شكلت فقط من أجل الدعم المالي الكثير من القوانين يتم تغييبها ولم يتم إقرارها وأصبحت حبيسة أجرار البرلمان وقطعا هذه القوانين قد تكون لا يتم تمريرها لأنها تتعارض مع مصالح الكثير خصوصا الأحزاب الشبه وهمية يعني فقط عنوين وأسماء وأنما تأخذ حصص كاملة وبالتالي عندما يسون قانون للأحزاب قطعا سوف يقيد حركات هذه الأحزاب بالإضافة لأنه سوف يقوم بمحاسبتها خصوصا مسألة تمويلها الخارجي وكذلك الدعم الكثير من القضايا مسألة السلاح قضايا كثيرة حقيقة قد تكون مانعة من تمرير هذا القانون لعل الدورة البرلمانية المقبلة أكثر استقلالية من الدورات السابقة خصوصا وأن الانتخابات الأخيرة أزاحت الكثير من الأسماء التي عليها مؤشرات فساد أو تكاسل في أداء المهام كممثلين للشعب ومنها ما قد يرجح تمرير قانون الأحزاب وبصورة سريعة من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر